الحديث أفاد تفاضل مراتب الإنفاق وأنه ليس على درجة واحدة وهذا يحثنا على أن يبحث الإنسان في الإنفاق عن أعلى ما يعود عليه بالنفع فإن الإنسان في عمله الصالح في تجارة مع الله والتاجر يبحث عن أفضل مواطن التجارة مردودا وعائدا ولهذا ينبغي للإنسان في عمله الصالح أن يتحرى أين يعمل وفيما ينفق لأجل أن يكون ذلك أعظم لأجره